أكيد يعني الفرحة دائمة عبر كل الأجيال في كل ذكرى لنصر أكتوبر أستاذ أيمن يعني نفس السؤال احنا بناخد كده في الدائرة الموسعة دي لأبناء الشهداء فكرة عن البطولة عن حياتكم وقت استشهاده تمام هو يعني قبل الحرب على دول كان مفروض طالع ملحق عسكري في فرنسا كنا جهزنا حاجتنا وخلاصه بس جالوا يقولوا تليفون من مشيرك جامسي يعني قالوا احنا عزينك في الحرب تغيرنا بقى الخطة فالس نس فهو كان مهمتهم يعني انهم حماية رؤوس التباري السورة على هاو هاردو معنا الشهيد العميد السيد أبو شدي ويوم 14 اكتوبر بقى تطوير الهجوم جالهم اوامر عدوا بقى دي صورة العلم لا انا وانا ما عاي في الجبهة في الجبهة انا تجاراتي لي كتناك ما كناش بنشوفه كلكم كلكم بس ده فيه خطورة يعني بردو عليكم بس كانت احسن ايام احلى ايام وبعدين بس وتصابق يوم 14 وتنقل على مستشفى المعادي بستوش يوم 21 اكتوبر طب ايه الا يعني الصورة دي في الجبهة ايه ذكرياتك يعني اشعورك طفل رايح بيه احكت احلى الجبهة كنت فاهم ومدرك يعني للامور مجرد ما كنا بنخلص المدرسة بيبعت يخدم يعني اطلع عوض عنه شوية هنا طبعا اكيد مرتبط بالبيت وحيسس انه بعيد اكيد طبعا ما كناش بنشوفهم تقريبا ايه ما كنتوش بتشوفوهم تقريبا نادرا ايه مهم